أحمد محمد عبدين واحد من الخامات اللي اتكلم حضرتك وكابتننا استفادوا في الكلام عنه أحمد مهمة قيلة ومهمة كبيرة ان الإشادة جاية من كاباتن كبار الكابتن شريف عب منا متكلم عليك كابتن محمد حشيش وقال ووصفوك بواحد من النجوم والعلي القبار كابتن مار همام قول للبداية شايف شفت المباراة زي النهاردة اللقاء بالنسبة لك ان المباراة مزعى على قناة النادي العلي لا طبعا المباراة كانت صعبة جدا ونحن الحمد لله اللعيبة كانت رجالة وأول ربع ساعة كان فيه توطر شوية من اللعيبة بس يعني الحمد لله رجعنا كويس وكابتن سامر فدر دينا تعليمات من برة هو وكابتن أحمد والحمد لله رجعنا كويس وفدرنا نضيع قوار كتير ودي كانت مشكلة عندنا كبيرة بس الحمد لله الدفاع كان كويس قوي ويعني كويس الحمد لله كسبنا من 2 واحد كابتن شريف عب منا متكلم على الشخصية بتاعتك وعلى الهدوء اللي عندك طالب منك أنك تحافظ على الهدوء لأنك أنت أريب إن شاء الله كون موجود مع اللعبة اللي بتطلع لقطاع النشئين في النادلالي لأنك أتكلم على الشخصيات الشخصية اللي عندك وهدوءك في الملعب لا أنا طبعا يعني أنا عندي هدوء من وانا صغير والحمد لله أنا محافظ عليها لحد دلوقتي وإن شاء الله هفضل محافظ عليها عشان بحس إنها حاجة مهمة جدا في الملعب بيبقى الملعب كله متوتر وانا هادي والباس يطلع كويس وكده بس الحمد لله هدوء ده إن شاء الله يبدل عندي يعني أحمد شوف نكف أكتر من كورة في النادلالي بتطلع في كميل في الركلات السابتة والركلات الركنية وانت عندك إجادة ضربات الرأس أولي هل دي بتبقى تعليمات من الجهاز الفني ولا أن schedul دي الميزة موجودة عندك طبعا تعليمات من الجهاز الفني وميزة برضه عندي عمد لله عندي ميزة دي برضه من زمان وطبعا تعليمات من الجهاز الفني قفين أو أحسن الكورة إزاي وكده كابتن محمد حشيش بيقول لك منتخب القاهرة فرق معيك وفترة توجودك مع منتخب القاهرة يعني يكلمني بقى على تفاصيل الموضوع منتخب القاهرة وأعتقد فترة طويلة مع الكابتن محمد حشيش في منتخب القاهرة آه فضلت كتير أول في منتخب القاهرة من أول تجمع وخالص الحمد لله لحد منتخب مصر يعني وآه اتعلمت كتير أول منتخب القاهرة ومدربين كتير عدوا علينا وتعلمت منهم حاجات جديدة غير اللي بتعلمها هنا وكده الحمد لله يعني وكابت محمد حشيشي لأنه قالوا فيك شخصية من شخصيات الندعي أعدوا أن الشخصيات ستبدل فيها إن شاء الله شكراً لك يا أحمد بالتوفيق في المباراة القادمة بإذن الله شكراً لك